ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين متابعي قناة الإمام المهدي الفضائية وأيضا نرحب بضيوفنا الكرام فأهلا ومرحبا بكم أعزائي الضيوف تكلمنا في الحلقة السابقة عن المعجزة وعن إعجاز القرآن الكريم وبينا أن من معاجز القرآن الكريم أنه المنظومة البشرية المتكاملة للعيش السليم فأحكام القرآن الكريم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله والتي بيّنها للأمة وبيّنها للناس هذه المنظومة المتكاملة التي لا يظلم فيها أحد ولا يسلب فيها حق أحد فهذه المنظومة وهذه الأحكام التي تعطي كل ذي حق حقه هي الإعجاز بعينه فالأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله هذه الأحكام منبثقة من عدل الله سبحانه وتعالى والإنسان إذا طبق هذه الأحكام طبق العدل الإلهي في الأرض فإذن فالمنظومة المتكاملة الإنسانية للإنسان التي جاء بها النبي هي هذه الإعجاز بعينه وأيضا من إعجاز القرآن أنه إخباره بالغيب إخباره بالمغيبات فمثل أنه يخبر بما لا يستطيع الإخبار بمثله إلا بواسطة فالنبي أخبر عن المغيبات من غير واسطة وهذا من أهم أو مما يدل على أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة في الأرض شيخ نه بالي تفضل شين الأخبار بالمغيبات؟ أحسنت يسأل أخوكم يقول ما هو الإخبار بالمغيبات؟ المغيبات يعني أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر بأشياء ستقع في المستقبل يعني أخبر بما ليس في زمانه يعني هذه الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله ستقع في المستقبل وهذا المستقبل بين عصر النبي وبينه أمد بعيد فالنبي استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يعرف هذه الأشياء وأن يخبر بها من دون واسطة أو من دون أن يكون قد وصل إليها ثم إن القرآن الكريم لا يعرفه إلا من خوطب به يعني المخاطب بالقرآن هو الذي يستطيع أن يفهم عمق معاني القرآن الكريم وأن يفهم ما هو المراد من هذه الآيات المباركة فمثلا أن الصلاة وكيفية الصلاة لا يعرفها إلا من جاء بالدين نفسه يعني النبي صلى الله عليه وآله هو صاحب هذه الرسالة والقرآن قال أقيم الصلاة وتفسير الصلاة وكيفية الصلاة لا يعرفها إلا النبي صلى الله عليه وآله فنأخذ الكيفية من النبي ومن عترته الطاهرة وكثير من الأحكام كأحكام الحج وأحكام الصيام وإلى آخره الكثير من الأحكام التي جاء بها النبي لا تعرف كيفيتها ولا تعلم إلا من خلال النبي ليش لأنه هو صاحب الشريع فيأخذ الدين من صاحب الدين لا من غيره كما قال النبي صلى الله عليه وآله عن أهل بيته أنه قال فيهم مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وخوى فإذن أن أهل البيت عليهم السلام هم المخاطبون بالكتاب وهم الذين يعرفون كيفية الأحكام الشرعية وما هو المقصود من هذه الآيات وما هو معنى هذه الآيات فنحن لا نستطيع أن نتخلى عن أهل البيت عليهم السلام والتمسك بالقرآن وحده ليش؟ لأن الأئمة عليهم السلام هم تبيان لهذا الكتاب العزيز ومثاله مثال الصلاة أن الصلاة كيفيتها لا تعلم إلا من خلال أهل البيت عليهم السلام ومن خلال النبي صلى الله عليه وآله فتعرف هذه الكيفيات من خلال المعصومين سلام الله عليهم الشيخنا بل الفضل نقدر نكتفي بالقرآن أحسنت سأل أخوكم حجة الله يقول نحن نقدر نتخلى مثل عن النبي وعن سيرة الأئمة عليهم السلام وعن أحاديثهم ونكتفي بالقرآن وحده يعني فقط يكون مصدر التشريع والرجوع إلى القرآن فقط يعني ناخذ أحكامنا فقط من القرآن نقدر هذا نسوي أو ما نقدر فمنهم اللي يقدر يجاوبنا على سؤال أخوكم شيخنا بل يتفضل ما نقدر نكتفي بالقرآن فقط أحسنت أجاب أخوكم عباس قال أنه احنا ما نقدر فقط نكتفي بالقرآن وحده فلابد من الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى أهل بيته عليهم السلام ليبينوا لنا ما هو المراد من هذه الأحكام وما هو المراد من هذه الآيات كما الصلاة يبين لنا كيفية الصلاة كيف نصلي لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة فلابد أن يبين لنا النبي كيفية هذه الصلاة ومما يدل على أنه لابد لنا من الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى أهل بيته عليهم السلام هو قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إلى الله والرسول حيث أن الله سبحانه وتعالى أمرنا عند الخلاف في أمر قد التبس علينا أن نرجع فيه إلى إلى حكم الله سبحانه وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليبين لنا ذلك الحكم فنحن بانفرادنا لا نستطيع أن نفهم ما هو المراد من حكم الله حز وجل فالرسول يبين لنا هذا الحكم وما هو الملتبس علينا وأيضا مما يدل على ذلك حديث التقلين فعنه صلى الله عليه وآله قال إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فإن الكتاب القرآن الكريم يحتاج إلى التبيان وتبيان هذا الكتاب هم أهل البيت عليه السلام فهم الذين يبينون لنا الكيفيات ويبينون لنا مجملات الآيات فإذن لابد لنا من الرجوع إلى أهل البيت عليه السلام ليبينوا لنا هذه الكيفيات ومعنى الآيات الصحيح حتى لا نختلف في شيء أبدا إن شاء الله تكونوا استفادية مليانا وإن شاء الله تكونوا من أنصار هذا المذهب بإذن الله سبحانه وتعالى إذن أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا على هذا اليوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله صلى الله على محمد وآل محمد